المترجم للقناة وعملت نشاطات كثير حلوة وجارتي المونتي فادي فأنا مع أنه هالقصة كلها تتلفلف وخلينا نحن اليوم إن كان فارس وإن كان ميريام وأنا وكل هالفنانين لماذا بدأت لفارس؟ لنكون الصورة الحلوة ولك شغلي والله أنا ما كتير فتت بتفاصيل شو صار يعني أنا من خلال الصحافة صاروا بيسألوك معه شو صاروا يعني بس إنما ما عرفت شو صاروا أنا على استعداد بالعكس أنه يكون في أكيد أكيد يوم السؤال ثاني أحبهم اثناناتهم مع أو ضد غناء زياد بونجي لأغنية إليسا بعد أسبوع من إصداره كمان تحية لزياد أو لأليسا لهن اثناناتهم أصدقائي واثناناتهم بحبهم بس نحنا تعودنا من زمان وجاي يعني من أيام عبد الوهاب إذا بتتذكر يعني شوف مثلا من أعظم أغاني اللي غنتها فيزا أحمد اللي كانت ستة الحبايب تسمع بصوت فيزا أحمد تسمع بصوت عبد الوهاب مثلا أنت عمري تسمع بصوت أم كلسوم وتسمع بصوت عبد الوهاب في كتير أغانية حتى فريد الأطرش اللحن كتير أغانية لغيره وغنيهم هو فمعودين على ملحم الله يرحموه يعني عم يحكي من زمن القريب مش البعيد كان كتير أغانية لغيره هو ملحنون لغيره وغنيهم هلأ ما بعرف شو السوق التفاهم أو شو الخلاف لصار هك بس إنما أنا بالنسبة للي هاي دي إفادة لقلنا أنه نسمعها بالصوتين صوت زياد وصوت أيضا أكيد يعني مع محب تلاتنين أنه إذا سمعناها بصوت أليسا نحن عم نستفد وإذا سمعناها بصوت زياد كمان عم نستفد سؤال ما أو ضد تصريح لاغب علامة بأن حكام الإمارات بمسلوء أكثر من حكام لبنان لكن أول شي أنا بحترم رأي راغب علامة راغب الصديق والأخ واللي بتربطني فيه علاقة كتير منيحة عائلية يعني وهذا رأيه أنا بحترم رأيه هلأ كلنا كلنا لما بسياء اللقاء هلأ كنا عم نحكي هالسودوية اللي شايفينا من خلال أسئلتك بالنسبة للي عم صير عنا بلبنان بالنسبة اللي عم بيصير ببيروت بتقول إنه كلنا لما منسافر منشوف مدن عم تزدهر وتتعمر بوقت اللي بتجي على بيروت بتلاقيها مطفية أحلى بلد بالعالم مطفى 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 ما في كهرباء ما في مازوت عم تفكر كيبك تجيب الدولة لعائلتك عم تفكر كيبك تجيب بنزين لسيارتك وللأسف وصلونا لمحل خلوك تكفر بنفسك من هون يمكن كلمته لراغب كانت من زعله من الواقع اللي نحنا عايشينه من أهره على الواقع اللي عايشينه بيئتنا وأهلنا وببلادنا ووطننا خليه يقول هيدا الكلام ولكن بالنهاية أكيد نحنا اليوم أنا زلمي لبناني أنا بيمثلني بلدي ومدينتي وأهلي حكامي بيمثلوني ولكن كمان أتشرف بصدقني بحكام اللي عملوا من الإمارات ومن دباي هيدا المنارة هيدا المنارة أكيد أنا بتشرف فيهم وبقول إنه فعلا ياريت يكون في عنا ناس عم يفكروا مثل ما هني فكروا بوطنهم وببلدهم وبهيد الطريقة طبعا سؤال أخير عاصح الليلة مع أو ضد منع مطربين المهرجانات وتأييدهم إنقاذا للزوء العام لك أنا معي الرقابة على الفن بشكل عام وهيدا أنا بـ بس مش دايما كان في فن كل شيء؟ يعني مش دايما كان في فن محترم وراقي لا بس كل عمره بمصر بسوريا الخليج تمام خبر بكنا لما بننزل أي ألبوم بك تبعت الكلمات بتعطي الكلمات بك تاخد تصريح من وزارة السقافة ليفسحوا ليسمحوا لك تنشر هلأ صار في هيدا الفوضى وهو سبب الفوضى اللي عايشينها هي الوسائل التواصل اللي شوى هالزوء العام هو اليوم صرت على اليوتيوب بتحط أي شيء بدك يا هالأغاني للأسف صار حتى الفولوكلور الليبناني صار الكلام شيء تكتك شيء تيعم مصبحت كلام شيء طالع شيء نازل ما عم بتعرف يعني كلام بزيء أدنى بدك عم بسمع بس هدا والمشكلة وين كله بيحتل لك فولوكلور أو دبكة لبنانية أو يا خي هذا لأنه فولوكلور ولكن كل عمره الفولوكلور غير الكلمات فيه مختلفة وكلنا بنسمع كيف كانوا أغاني الفولوكلور حتى لما عملنا شيء بيشبه الفولوكلور لما عملنا صوت الحدة وعلى عين طلق بالطواب البداوي كان مختلف منه فيه موضوع موسيقى موسيقى موسيقى